موسيقى السلام عليكم يحتل مصطلح الدولة الحديثة حيزا كبيرا من الجدالات والحوارات بين النخبة العربية وفي ذلك يختلف المنظرون هناك حاجة ماسة لتأسيس دولة عربية حديثة بالمعنى الذي وصل إليه الغرب لأنها الطريق الوحيدة نحو الاستقرار السياسي ومن ثم الانطلاق في طريق التقدم العلمي والاقتصادي هذا ما يراه فريق من العرب على الأقل على النقيد تماما ينهض فريق آخر لمقاومة هذه الفكرة معتبرا أن مفهوم الدولة الحديثة ولد في بيئة غربية ليعبر عن حاجة غربية وفق ذوق وثقافة غربيين ومن ثم لن يكتبت نجاح لهذه الفكرة في بلادنا وإنما الواجب بحسب هذا الفريق طبعا العمل على استيراد أنموذج عربي لطبيعة الدولة المطلوبة في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع الدولة الحديثة لبيان مفهومها وشروط تحققها وكذلك أسباب إخفاق العرب في إنجاز دولة وفق معطيات العصر أهلا بكم الحديث عن التغيير في محيطنا العربي أسير لفكرة الدولة التي تهيمن على خيال السياسي وغيره حين تراوده أفكار الإصلاح إما بمحاولة الضغط عليها ودفعها لتبني ما يطرحه من أفكار أو سياسات وإما بأن يسعى للسيطرة عليها لتكون وسيلته لتحقيق ما يؤمن به وفي الحالتين تكون فكرة الدولة حاضرة دائما ثم تمن يرى أن الدول العربية الحديثة وجدت بفعل القوى الاستعمارية التي قامت برسم الحدود وصناعة مؤسسات الدولة بعد تجزئتها بما يخدم مصالحها في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية بالمقابل فإن هناك من يرفض هذا التفسير ويرى أن جذور الدولة الحديثة كانت قبل مرحلة الاستعمار للمنطقة المحاولات التي أرادت التوفيق ما بين التراث والحداثة في معظم الدول العربية بعد استقلالها لم يكتب لها النجاح إذ أصبحت معظمها دولا شمولية لا تمثل رغبات المجتمع وتوسعت الفجوة بين الدولة الحديثة وبين الثقافة الاجتماعية ففشل ذلك التحديث وتوسعت الحكومات في الاستبداد وقمع الشعوب وإجهاض كل محاولات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي فالدول العربية ليست دولا حديثة بمعناها العالمي المعروف بل هي نموذج مشوه منها فمنذ بدايتها عرفت بخلل في بنيتها يجعلها في دائرة الفشل مقارنة بالمعايير العالمية الوعي السائد اليوم في أجهزة الدولة الحديثة يعاني من أزمة حادة حيث انفصالها العميق عن الشعب وإرادته وبعده عن خياراته وقناعاته الكبرى مما يدخل الجميع في أتون الحروب الصريحة والمضمرة ويرهق كاهلهم ويجعلهم على هامش حركة التاريخ ومن هنا تنشأ الحاجة لبلورة صيغة حضارية تضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع لتكون علاقة تفاعل وتكامل لا قطيعة وصدام عن هذا الموضوع يسعدنا ضيافة ثلة من الباحثين والمختصين في هذا الشأن في الاستوديو كل من الدكتور جمال نصار أستاذ الفلسفة والأخلاق في جامعة صباح الدين زعيم وكذلك الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية كما ينضم إلينا عبر سكايب من تونس من مدينة سوسا في تونس الدكتور أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة في تونس أهلا بالجمع الكريم لو بدأنا معك دكتور جمال الحديث عن الدولة الحديثة يقتضي منهجيا الحديث عن الدولة ابتداء قبل الحديث عن الدولة الحديثة فماذا يمكن أن يقال في هذا السياق في الحالتين الدولة ابتداء والدولة الحديثة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ جهاد أهلا وسهلا ولضيوفك الكرام والأستاذ المشاهدين الحالة مسألة الدولة لها مفهوم قديم منذ حتى العصر اليوناني أرستو المتوفى في القرن الرابع قبل الميلاد كان له حديث في هذا الأمر وكما تعلم أيضا أن فكرة الديمقراطية كمفهوم هي نشأت أيضا في العصر اليوناني قديما في أثينا وكان لأرستو وجهة نظر فيما تعلق بالحكومة وما سماها بالحكومة الدستورية وهو طبعا تحدث عن فكرة تقسيم الحكومات والحكومة الفرد وحكومة القلة وحكومة الكسرة إلى آخر واشترط أن يكون هناك ثلاث شروط تحكم أي حكومة حتى تكون حكومة جيدة سواء كانت فرد أو قلة أو كسرة قال لابد على هذه الحكومة أن تقيم العدل مسألة العدل دي مسألة في غاية الأهم وظيفة الدولة في حينه آه طبعا وظيفة الدولة مسألة أولا هو كان له وجهة نظر في أن تكون وظيفة الدولة هي الارتقاء بالمواطنين بشكل عام وشروط السلاس هذه لابد أن تحققها لكن وفق المنطق الطبقي آه لا طبعا مسألة الطبقية دي كان لهم وجهة نظر فيها أفلاطون أستاذه كان له وجهة نظر أنه لابد أن يحكم الفلاسفة وشبه ذلك بجسم الإنسان وقال أنه في الجمهورية جمهورية أفلاطون وقال أنه الفلاسفة لهم أن يحكموا وقال أيضا ليس شرطا أن يكون هناك قانون وليجب أن يلتزم الفلاسفة اللي هم الحكام بالقانون لأنهم في الأصل مبدعين والمبدع ليجب أن يحكم بقانون لأن القانون بنوجة نظره ربما يقيدهم يعني دي أفلاطون وقال أيضا أنه هناك الحرفيون وهناك الذين يقومون والمحاربون وجعل الفلاسفة هم الرأس وقال دي أفلاطون قال لو أن الحاكم جاء وهو غير فلاسوف عليه أن يتفلسف طبعا هذا الكلام تغير انتقل من الجمهورية إلى محاورته السياسي اقترب من الواقع أكثر لأنه كان مثالي ولذلك كان عنده ما يسمى بنظرية المثل التي اشتغلت عنه وأيضا تنقل الفرابي كفيلسوف مسلم إلى أخير ثم في جمهورية أو عفوا محاورة القوانين تلامس مع الواقع أكثر نعود إلى أرستو أرستو تأسيسه لفكرة الحكومة سواء كانت فردة أو قلة أو كسرة قال أول شيء قامت العدل الأمر الثاني تطبيق القانون تطبيق القانون أمر الثالث الحرص على الصالح العام هذا الدولة بالمفهوم التقليدي آه بالمفهوم التقليدي التي نشأت وبعدين أنا الحقيقة أريد أن أقول أيضا أنه فكرة الدولة التي أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه دولة مدنية بامتياز يعني من يقول لك ويدعي أنه الإسلام أنشأ دولة دينية هذا كلام غير صاحب المرة ومن يراجع دستور المدينة الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 51 بند بيوضح فيها الحقوق والواجبات التي من الممكن أن نسميها الآن الدستور تمام وفقة المدينة وفقة المدينة 51 بند تقريبا الأمر الثاني المتعلق به الدولة في العصر الحديث الدولة في العصر الحديث يعني كانت بداية أظن من القرن السادس عشر السادس عشر فما دم يقول أنها في السابع عشر مع وستفاليا اتفاق وستفاليا في هذه الفترة يعني السابع عشر وستفاليا في هذه الفترة وطبعا كانت نتاج عصر النهضة نتاج ما بعد عصور العصر الوسيط لكن معالمها ما هي هذه الدولة الحديثة المعالم الأساسية الخاصة بها كتكوين لأي دولة لها أربع أسس أو أربع أركان إن شئتها الأرض اللي بيسموها الإقليم ومسألة جماع من البشر اللي هم الشعب وأن يكون هناك حكومة أو إدارة سياسية ومسألة أيضا أن تكون لهذه الدولة استقلالية وسيادة طبعا هيدخل في العلاقات الخارجية ولا تفاصيل كثيرة في هذا الشعب طيب لو ذهبنا إلى سوسة لنسأل الدكتور أنور حينما ينشأ الحديث عن الدولة الحديثة دكتور هل يستجدب ذلك بالتبعية الحديث عن مسألة الهوية؟ بمعنى هل الهوية مسألة الهوية قضية مركزية في الدولة الحديثة؟ أهلا بك أستاذ جهاد وتحياتي للجمهور المتابعة للبرنامج ولضيوفك الكرام هذا الموضوع هو راهني بامتياز وينتمي إلى مجال ما يعرف به التحديث السياسي في السياق الدولي والسياق العربي المعاصر مسألة الدولة هي مسألة أساسية في بناء الاجتماع المدني البشري المعاصر وهذه الفكرة كانت مدار جدل في السياق العربي والإسلامي كما نبهتم إلى ذلك في مقدمة البرنامج مسألة هوية الدولة ترحت في السياق العربي خاصة بعد سقوط دولة الخلافة يعني سنة 24 أو 800 والف انقسم المنظرون في المجال العربي والإسلامي بين من ينادي بضرورة إقامة دولة الشريعة الإسلامية أو دولة إسلامية تستمد مرجعيتها وسوسها من النص التأسيسي قرآنا وسنة ومن سيرة النبي خلفاء الراشدين وهناك طيف آخر مقابل يركز على أن تكون هوية الدولة هوية علمانية قائمة على الفصل بين الدين والدولة لكن دكتور أنوار حتى لا نقفز ربما على محاول حديث هذا سأرجع لأبحثه مع ضيوفي الكرام وجنابك منهم في قضية الصراع على هوية الدولة في الحالة العربية لكن قبل ذلك ابتداء في المطلق الدولة الحديثة في الأدبيات الغربية وهناك نشأت مفهوم الدولة الحديثة وتجلياته العملية تطبيقاته العملية هل من ضرورات الدولة الحديثة استجلاب الحديث عن الهوية هل هي مسألة مركزية أساسية في قضية الدولة الحديثة أم أنها تغفل هذه القضية يفترض منهجين التمييز بين الدولة والدولة الحديثة الدولة تقتضي كما نبه الضيف السابق يعني وجود إقليم وسكان وسلطة وسيادة وعملة حتى تعتبر تلك الدولة دولة بما لها من امتداد جغرافي وحضور سياسي وسيادي في مستوى هوية الدولة يعني تباين السابقون خاصة في السياق الغربي يعني مثلا ميكافيلي أسس على أن تكون الدولة قائمة على تنظيم الروابط بين السلطتين الروحية ممثلة في رجال الدين والسلطة الزمنية ممثلة في الحكام ثم بعد ذلك مثلا ظهر جون بودان في القرن السادس عشر ونبه إلى ضرورة أن تكون الدولة قائمة على تركيز ما يعرف بالسلطة العامة وأن تكون للدولة سيادة داخل حدودها وأن تكون لها سلطة على مواتنيها لكن مع كارل ماركس مثلا أصبحنا نتحدث عن الدولة باعتبارها أهداة للقمع والدولة باعتبارها طبقية ويفترض أن يتم تجاوزها عبر تأسيس ما يعرف بالدكتاتورية البرليتارية يعني دكتاتورية الطبقة الكاتحة لكن بعد ذلك مع ماكس فيبير مثلا في بداية القرن العشرين أصبحنا نتحدث عن الدولة باعتبارها مؤسسة مدنية في إقليم معين وهي تحتكر ما يعرف بالعنف الشرعي بما تسنه من قوانين وبما تفريده من تدابير إجرائية وردعية لتنظيم المجتمع لكن في الأدبيات الحديثة خاصة بعد ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48 أو 920 أصبحنا نتحدث عن ما يعرف بدولة حقوق الإنسان أصبحت الدولة الحديثة هي قرينة ما يعرف بدولة المواطنين التي تمكن الساكنة أو المواطنين من اختيار ممثلهم في الهيئات المدنية والدستورية والسيادية والنقابية وفي الهيئات الجمعوية أصبحنا نتحدث عن دولة المواطنين بامتياز التي تضع في المقام الأول ما يعرف بمقولة حقوق الإنسان وضمان الأمن والاستقرار والرفاه والحريات العامة والخاصة لجموع المواطنين أشكرك دكتور أنور أصبت صلب الموضوع أتحول الأستاذ أمجد في المطلق أي شروط ينبغي توفرها سواء كانت ثقافية فكرية اجتماعية أيديولوجية لقيام لجعل الدولة الحديثة أمرا ممكنة تحقق أعتقد هذا يدور حول الشروط الأربع والثلاثة التي ذكرها للمتحدثين السابقين يعني الشعب الإقليم الحكومة ثم السيادة هذه الأمور أعتقد أنها شروط أساسية لتوفر الدولة لكن دعني مبدئيا أفرق أيضا بين الدولة الحديثة والدولة في مفهومنا الإسلامي يعني الإسلاميون أقرب إلى فهم الدولة باعتبارها وتلك الأيام ندورها بين الناس يعني هم ينظرون إلى الموضوع بوصفه أقرب إلى الحكم وأقرب إلى الإدارة أكثر بكثير من كونه كما هو في الغرب يعني مؤسسات حديثة ودستور وحقوق ومواطنة إلى آخره وفي ذلك يعني من ضمن الاتجاهات المهمة التي برزت في المناداب الدستور إلى آخره الاتجاه الليبرالي في العالم العربي سواء أحمد طف السيد أو طه حسين أو حتى مع علي عبد الرازق في كتابه الخلافة أو الإمامة الذي أحدث جدلا واسعا في ذلك الحين أنه اعتبر أول مرة يعني يدعو فيها شيخ أصولي أو شيخ يعني من الأزهر للفصل بين السلطتين أو إلى يعني إذا جاز القول الدولة المدنية بالمعنى التقليدي متجاوزا ما طرحه محمد عبد وعبد الرشيد رضا وغيرهم من المفكرين الذين طرحوا نفس الفكرة فلذلك بشكل أساسي شروط الدولة لابد أن تتوفر هذه الشروط بالأربع الأساسية أو الخمسة كما ذكر المتحدثون ثم بعد ذلك يعني فكرة استقلال الدولة وقدرة الدولة على أن تمارس السيادة كما طرحها جان بودان أن تكونها سيادة كاملة غير منقوصة أن تتمتع بالقدرة على الوصول إلى أماكن كلها في الإقليم الذي تسيطر عليه إلى آخر هذه الأمور المهمة طيب دكتور جمال حقيقة مسألة قيام الدولة الحديثة في البيئة الغربية التي تسودها منظومة العلمانية حيث لا تأثير للدين في الحياة السياسية هل من مقويمات قيام الدولة الحديثة إقصاء الدين أم ليس ضرورة في ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أذهب معك كلياتا فيما تعلق بأنهم أقصوا الدين بتعندك حوالي سبع دول غربية في الاتحاد الأوروبي بتعلن بشكل مباشر سواء في دستوريها أو في عالمها إنها دولة مسيحية مسألة يعني دعك من فكرة أنهم يقولون أنهم يفصلون الدين عن الدولة دي مسألة ليست حقيقية لكن لا تصاغ القوانين ونمط الحياة وفق الديانة المسيحية لا في السبع دول ده بتصاغ يعني دي مسألة أنا أقول لك هكذا يعني إنما هي الفكرة أنه في الإسلام المسألة شوية مختلفة أو المفهوم الإسلامي للدولة إنه السياسة هي المعاش يعني فكرة أن فصل الدين عن الدولة دي مسألة صعبة في المفهوم الإسلامي إنما هم لديهم لأنه ما الذي أو أنا لابد أن نسأل أنفسنا ما الذي دعاهم إلى مسألة الفصل أو علمانية الدولة ما عانوه في مسألة العصور الوسطى ومسألة تحكم رجال الدين في الكنيسة وأنهم كانوا يسيطرون على الجانب السياسي والجانب الديني هو الذي دفعهم هذا الذي أدى إلى قيام الصورة الفرنسية ومسألة المفكرين وعصر النهضة إلى أكثر فهذا كان طبيعة بيئة معينة فهنا الإشكالية هل نأخذ هذه البيئة التي ظهرت فيها بهذه المفردات ونطبقها كما هي علينا ثم أنا أقول لك شيئاً آخر هم يقولون بمسألة الديمقراطية وما شبه ذلك هذا عظيم جداً وأنا مع في هذه الفكر كديمقراطية ولكن السؤال هنا هل في الغرب هم يطبقون الديمقراطية؟ نعم هل هم يريدون مثلاً في المنطقة العربية أو الإسلامية أن تطبق الديمقراطية كما يطبق عندهم؟ أنا أشك الواقع يشهد بغير ذلك ومن ثم فكرة كمصطلح الدولة الحديثة أنا في ظني مثلما ادعى الغرب كثيراً أو بعض مفكي الغرب أنهم هم أصحاب الرؤية والفكر والأخير وأضربوا لك على سبيل المثال في مسألة علم الاجتماع السياسي مثلاً هم يدعونا بأنهم الذين أنشأوا وكذا وكذا عندنا ابن خلدون المتوافى سنة 808 كان أسبق في هذا مثلاً وهكذا عندك المسلمين كانوا أسبق في أشياء كثيرة في الدولة في الأندلس وحضارة الأندلس ونقلت هذه الحضارة بعد ذلك هم نعم حافظوا هم حافظوا على هذه النهضة نحن ربما حدث لنا انكسارات كعرب ومسلمين هذا شيء آخر طيب المزيد عن الدولة الحديثة والعرب يأتيكم بعد وقفتين قصيرة فابقوا معنا اشتركوا في القناة نايل سات أسعدكم الله ما زلنا سوياً في الحديث عن موانع نجاح العرب في تأسيس دولة عصرية أو حديثة دكتور أنور الدولة العربية والدولة بالشكل الحديث بالقالة بالحديث نشأت في المنطقة العربية قبل عقود ليست الآن وهي عقب خروج قوات الاحتلال الغربي من البلاد العربية فيما عرف لاحقاً بالاستعمار لكن أي دولة عربية لم تنجح في تأسيس كيان سياسي وفق منظومة عصرية ما الموانع التي حالت دون تحقيق هذه الغاية الحقيقة أن الموانع كثيرة يعني منها ما هو ذاتي داخلي ومنها ما هو خارجي يعني في مقدمة الموانع الداخلية أن ما يعرف بالدولة الوطنية أو الدولة الحديثة التي شهدتها المجتمعات العربية عقب خروج الاستعمار رفعت عدة شعارات من بينها مثلاً العدالة العدالة الاجتماعية من بينها ضمان الحريات من بينها تحقيق الانتقال الاقتصادي وغير ذلك من الوعود التي قدمتها أن نخب الحاكمة في السياق العربي لكن الإشكال أن الفجوة كانت كبيرة بين الطبق الحاكمة وبين تطلعات جموع المحكمين فنحن نعلم أن فكرة الحريات وضمانها في السياق العربي ما زالت أمراً منشوداً في أكثر من دولة عربية فمن فك الحزب الحاكم أو الرئيس الفرد يستولي على كل السلطات ويستجمع كل الصلاحيات ولا يسمح للمواتنين بأن يمارسوا دورهم في التداول على السلطة ومعلوم أن هذا يجعل العرب خارج دائرة التحديث السياسي لأنهم يعانون تجارب حكم شمولي لا تسمح بتكريس ما يعرف بالتعددية السياسية والتداول السلمي على المسؤوليات وعلى السلطة الحاكمة هذا من ناحية من ناحية أخرى فإن الدولة الحديثة لم تحقق مطلب التنمية الشاملة بمعناها المستدام يعني التنمية في مجال التعليم التنمية في المجال الاقتصادي في المجال الجهوي العدالة في توزيع الثروة كل هذه ظلت مطالب متأخرة أو متعثرة كان تحقيقها متفاوتا من دولة عربية إلى أخرى لكن الثابتة أن تحقيق الانتقال الاقتصادي الناجع وضمان الرفاه لجموع المواتنين على اختلافهم لم يتحقق بعد يضاف إلى ذلك أن الدولة العربية الحديثة لم تضمن ما يعرف بخدمات القرب للمواتنين في المناطق الداخلية أو في المناطق النائية بل تركز جهدها خاصة على مراكز المدن التي نجد فيها ربما خدمات مباشرة مباشرة معتبرة في المجال الاستشفائي في المجال الصحي في المجال التعليمي في مجال البناء التحتية لكن إذا نحن دخلنا المدن الداخلية أو ما يعرف بالقرى والأرياف ومناطق الظل فأن هذه الأخيرة لم ترى كثيرا من التحول ومن التطور في سياق ما يعرف بالدولة العربية الحديثة يضاف إلى ذلك مسألة الدستير للأسف الدستير في السياق العربي المعاصر تقاس على رغبات الأحزاب الحاكمة وعلى رغبات المتصلتين من العسكر في البلدان العربية لذلك ترى أن المواطن العربي لم يتمكن ربما من التعبير عن صوته بشكل عال إلا إبان ثورات ما يعرف بثورات الربيع العربي بداية من سنة 11 أو 2000 وقتها سرخ العرب بصوت عال بأنهم يريدون دولة تضمن لهم حقوقهم بأنهم يريدون وطن ينشدونه وطن يضمن لهم الأمن والاستقرار والسلام والحرية والكرامة في آن طيب لكن أستاذ أمجد في سياق الموانع نفسه هل يمكن رمي أسباب تخلف العرب عن إنشاء كيان سياسي حديث عصري متطور إلى الدورة التاريخية الزمانية اللازمة لإنضاج العرب أفكارهم السياسية وتنظيراتهم التي تؤسس لإنشاء هذه الدولة الحديثة أم أن الأمر مرتبط بأسباب نفسية تاريخية تحول دون قبول العرب لدولة حديثة تعني من شأن الفرد على حساب الجماعة مثلا هو في الحقيقة دعني فقط أشير نقطة أولى نحن في الفكر السياسي الإسلامي كان هناك تركيز على المجتمع أكثر بكثير من الدولة أتحدث عن الخصوصية العربية قبل أن تكون هناك الإطار الإسلامي العام نعم في حالة الدول العربية أنا في اعتقاد أن العامل الخارجي لشك أنه عامل مؤثر جدا في تطور الدول العربية سواء من الخبرة الاستعمارية أو حتى ما قبل ذلك يعني حتى في إشكاليات علاقة مع أوروبا وما علجه مفكر النهضة في هذه النقطة لكن بشكل عام أنا أعتقد أساسا أنه يعني قل هو من عند أنفسكم يعني بمعنى آخر أنه لم يكن ليكون تأثير العامل الخارجي حاسما إلى هذا الحد لو لم يكن البنيان العربي ضعيفا وهشا إلى هذه الدرجة فالدولة العربية الحديثة يعني إذا وصفت ستوصف بأنها هشة وتابعة ومخترقة ومأزومة وغير قادرة على إنتاج التلمية وهي دولة يعني مليئة بمظاهر أزمة الشرعية مظاهر أزمة الغياب الفاعلية بيسموها أزمة التغلغل في النظم السياسية المقارنة بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تصل إلى كل أقاليمها سواء بالخدمات أو بالتلمية أو بالأمن إلى آخره وأيضا أهم من هذا أنه هناك أزمة نخب يعني هذا سيحيل المحور الثالث أن أعرف لكني لن أتحدث فيه كثيرا هناك أزمة لدى النخب العربية في أنها حقيقة ربما لا تعبر عن شعوبها لا تعبر عن تطلعات الجماهير يعني أنظر ما يفكر به النخب الحاكمة حاليا في العالم العربية حتى النخب الفكرية بالمناسبة كثير منهم له يعني هوى في تقليد تجربة أوروبية أو تقليد التجربة الأخرى وهذا يحل إلى نقطة مهمة في موضوعات التنمية السياسية قيلت كثيرا أن تصورهم للدولة تصور كثيرا للدولة التخلي عن المؤسسات التقليدية أو التخلي عن الروابط القبلية ورغم بالمناسبة أن بعض المفكرين الممتازين مثل الدكتور عبد الهامي سيري رحمة الله عليه كان يرى أنه جزء من الحل في حالة فلسطين هو يعني العودة عن الحداثة وليس التحديث بل العودة عن الحداثة وهو بالمناسبة استشهد بنموذج انتفاض 87 باعتباره شيئا يؤصل لذلك يعني مثلا ليست نموذجا للحركة العنيفة يعني هناك تكامل بين المجتمع هناك لجان شعبية بمعنى آخر عاد المجتمع إلى ثقافته واكتشف مؤسساته الداخلية وبناء عليه طور قدرة على المقاومة للاختلاق الخارجي الإسرائيلي طيب دكتور جمال حقيقة مهما حاولنا أن نتحدث عن العرب بشكل منفصل عن الإسلام فهذا أمر محال لأن لا فكاك بين العرب والإسلام في هذا السياق في سياق تحليل علاقة بين الدودة الحديثة والعلمانية والدين الأخري ثم تقول مهم جدا للمفكر وائل حلاق الذي قال في كتابه المهم الدولة المستحيلة أن قيام دولة عربية إسلامية حديثة أمر غير متحقق لا يمكن حصوله أمر مستحيل لسبب تناقض الجوهري في فكرة الدولة الحديثة وفي القيم الإسلامية العربية والإسلامية هذا الكلام يصدر عن رجل عاش في الغرب عاش في كندا طوال حياته وهضم الحضارة الغربية هذا يدفع إلى السؤال إلى أي مدى تشكل الدعوة إلى قيام دولة حديثة بالمصطلح المتعارف عليه في المنطقة العربية إلى مدى تشكل أنها دعوة عبثية لا جدوى منها لا أستطيع أن أقولها كذا ولا أذهب معه في الحقيقة بشكل مطلق هي المسألة باختصار لاستعاب الأفكار ومحاولة تطبيقها من حريات ومواطنة إلى آخر للأسس الطبيعية والأساسية للدولة الحديثة التي كما قلت لك هي أصل من أصول الإسلام في الحقيقة المسألة هنا أنه لو رجعنا قليلا لماذا الدولة الحديثة معذرة دكتور لماذا الدولة الحديثة هي أصل من أصول الإسلام يمكن أن يكون مفهوما أن الدولة أصل من أصول الإسلام لكن الدولة الحديثة لها ممكن يعني امتدادات نفسية وفكريات لا أقصد مبتغى مبتغى الدولة الحديثة هي أن يكون هناك موطنة أن يكون هناك حريات أن يكون هناك استقرار أن يكون هناك سيادة مثلا كل هذه الأشياء أنا أقول لك موجودة يعني أصلحنا أحيانا يا أستاذ جهاد اسمح لي أحيانا بننبهر بأشياء وبنخدع ببعض الأمور والغرب في الحقيقة بارع في ذلك أن يصور لنا أنه هو صاحب النشأة وصاحب الأفكار الرئيسة في المسألة وأنا أقول لك هذه الأشياء هي موجودة عندنا وميسرة ولكن المشكلة في أي شيء المشكلة أنه كان في نهايات القرن التاسع عشر هم فكروا بأن مسألة يأتي إلينا بعض النخب العربية لكي نقوم بتوجيههم بشكل أو بآخر أو بالإحاء لهم بالتغيير المنطقة لديهم بأسلوب أو بآخر ومن ثم جاءت فكرة الابتعاس من هذه المرحلة تخيل وأنظر أن معظم الذين بتوعسوا في الغرب جاءوا وأثروا بشكل كبير على الواقع الثقافي والفكري في منطقتنا العربية والإسلامية إلا من رحم أنا لا أستطيع دائما أن أقول بشكل مطلق لأنهم قالوا أنه لا يقطع الشجرة إلا أحد فروعها ولا يفل الحديد إلا الحديد ومن ثم المسألة أنه أنا أقول أنه لا بد أن نعود إلى أصل المسائل معنى الحرية هي عندنا معنى المواطنة هي عندنا معنى سيادة الدولة هي عندنا معنى فكرة مواجهة الاستبداد لأن هذه الدولة الحديثة أو أفكار الدول الغربية الآن كسلطة هم الآن في الحقيقة لا يريدون لنا أن نعيش كمنطقة عربية وإسلامية بهذه المعاني التي هم دعوا إليها أو أسسوها فأما وأنه بهذه الطريقة لا إذن كما يقولون ما حتى جدك مثل ظفرك فقم أنت بجميع أمرك لابد أن نسعى نحن كعرب ومسلمين نقطة مهمة أن نستفيد الحكمة ظلت المؤمن أنه جدافة وحق الناس بها نستفيد من كل الناس سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كان بيستفيد حتى من الكفار واللي خدوا وعرفوا الطريق وكذا وكذا وهكذا فهي دي الفكرة اللي أنا حقيقة أبني عليها كلامي حتى لا ننخدع بأن الغرب يعني حاجة عظيمة جدا وإحنا المشكلة عندنا بس لا مش مشكلة عندنا بس نقطة محورية يعني التي ترحتها وهي البذل الذاتي من قبل العرب لإنتاج هذه الدولة وهو ما كنت هذا السؤال أدخله للأستاذ لدكتور أنور في سوسة دكتور أنور يعني دعوة إلى تأسيس دولة عربية حديثة يعني دعني أنقل لك رأيا استدراكيا أو اعتراضيا بأنها هي دعوة جوفاء ماذا قدم العرب من تنظيرات ونظريات ومجهودات فكرية عميقة لأجل هذه الدولة غير الكلام والدعوات شكرا لهذا السؤال المهم بصراحة قد مشاترك الرأي بأن هناك ربما شح في التنظير السياسي في السياق العربي والإسلامي قديما وحديثا لكن هذا لا يمنع من أن هناك جهود معتبر يعني منذ يعني عصر الموردي ومن خلدون كانت هناك محاولات عربية لترشيد مسألة الحكم ومسألة الاجتماع العربي الإسلامي وبناء دولة ربما تكون عادلة أو راشدة أو ما شابه لكن لا يمكن أن ننسى يعني ما كتبه ما كتبه بعض المناظرين العرب المعاصرين مثلا ما كتبه محمد عبدالجابري من المغرب في خصوص تحديث العقل السياسي العربي ما وضعه أيضا هشام جعاية من تونس وما كتبه بران غليون من سوريا وعزمي بشارة من فلسطين وأيضا بعض مصنفات محمد مصف المرزوقي الرئيس السابق في تونس كلها تصب في سياق تحديث الدولة العربية وبناء دولة مواتنين من حق العرب اليوم أن ينتموا إلى عصر الحداثة السياسية من حقهم أن ينتخبوا من يحكمهم من حقهم أن يشاركوا في بناء دولهم لا أن ينصب بعضهم وصيا على جموع المواتنين وأن يحتكر السلطة ويحتكر جميع الصلاحيات ويدعي أنه المستبد العادل أو ما شابها والواقع أنه لا وجود لمستبد العادل فكل مستبد هو جائر بالضرورة لأنه يريد أن يستولي على الحكم وأنه يدعي امتلك الحقيقة المطلقة ولا يعترف بدور المواتنين الآخرين في بناء الدولة وهيكلتها والمساهمة في وضع مؤسسات حيوية توجيهها تكون يشرف عليها أكفاء ويشرف عليها أشخاص لديهم صدقية داخل الاجتماع العربي المشكلة للأسف أننا على مدى عقود حكمنا بواقع الخلفية العسكرية أو بواقع العصبية الطائفية أو بواقع الأحادية الحزبية وكل هذا ساهم في تأخر المجتمعات العربية لكن ذلك لا يمنع أيضا من أن النخبة العربية لم تقم بدورها الفاعل في ترشيد هذه المجتمعات وفي نشر ثقافة حقوق الإنسان لأن ثقافة حقوق الإنسان الآن هي مطلب كوني وليست مطلبا غربيا هي منجز إنساني كوني يعني بإمكان العربي أن يمارسه وأن يعيشه وأن يتمتع به بقطع النظر عن الجهة التي أنبتته أو التي أنتجته من حقنا اليوم أن نعيش أحرارا من حقنا أن نعيش بكرامة من حقنا أن نعيش في رفاه من حقنا أن نتمتع بثرواتنا من حقنا أن نحاسب حكامنا ومسؤولينا بطريقة تحكمها الشفافية والنزاهة والتداول على المسؤوليات في كنف الكفاءة وخدمة الصالح العام طيب أيضا نقطة مهمة أثارها الدكتور أنور أن العرب لم يبذلوا هذه المجهودات الكافية من أجل إنشاء كيان سياسي بالمعنى الحديث هل مرد ذلك إلى غياب الإرادة؟ لا يوجد إرادة عربية لهذا الأمر وأنت تعرف أن في أوروبا قدموا مجهودات فكرية كبيرة ومنظرون وفلاسفة وعلماء اجتماع كبار وقامت ثورات ونزفت دماء كان هناك إرادة حقيقية للوصول إلى هذه الغاية التي هي الدولة المتقدمة التي يعجب بها كثير من العرب الآن لماذا غابت هذا المجهودات عن العرب؟ أنا في اعتقادي أن هناك واقع من التبعية الثقافية العميقة موجودة في العالم العربي وهذا إلى حد كبير يعني يوهن الإرادة الداخلية السياسية للمجتمعات وحتى للدول فيمنحها فعليا من التفكير في المستقبل بطريقة منفتحة يعني كما قلت قبل قليل الدكتور عبدالله ميسيري قدم هذا المفهوم اللي هو الرجوع عن الحداثة بوصفه حلاً لا أدري إذا كان يلتق مع حلاق أو لا لكن على كل حال يعني أنا أظن أن تأسيس العرب لنموذج خاص بهم أعتقد هو الحل الأمثل أكثر بكثير من تقليد الآخرين بالمناسبة بعض المؤسسات التقليدية قد تلعب دوراً ممتازاً بالمناسبة مثل الأوقاف يعني إذا قيل عن الإسلام كلمة فيقول لك تجربة الوقف أو حضارة الوقف الوقف مساحة بعيدة عن المجال يعني هي بعيدة عن السلطة وفي نفس الوقت هي داخلة في المجال العام وتتيح حرية أكبر للمجتمع بحيث يكون المجتمع مستقلاً عن الحاكم ويستطيع العلماء مثلاً يؤسس أوقاف لرعاية طلبة العلم بحيث يكون لهم رأي في كيفية تسيير المجتمع والإضافة إلى آخرين فهذه بالمناسبة نقطة مهمة جداً في الفارق بيننا وبين الغرب فنحن يعني أناس ركزنا على المجتمع وبالمناسبة أعتقد هذا هو الأصوب لأنه حتى تتجاهات حديثة في الغرب تركز على حرية المجتمع المجتمع المدني تركز على المحليات الديمقراطية من أسفل إلى آخره هذه هي في المناسبة صورة الديمقراطية الحقيقية الأمر الآخر يعني أنا لست معجباً كثيراً بما كل عليه الغرب دائماً يعني يعني من المفاكين الغربين مثلاً شبينجلر وتحدث عن ديكلاين أو تحدث عن انحدار الغرب ولديك فرانس في كوميو وتحدث عن نهاية التاريخ باعتبار أنه خلاص نحن وصلنا إلى يعني الديمقراطية والليبرالية باعتبارها هي قمة التاريخ الإنساني لا قمة التاريخ الإنساني هي مسألة تفاعلية ويمكن يصل العرب إلى شيء مختلف ويكون أيضاً يعني مناسباً ويعني جيداً أعتقد من أهم الموانع للوصول إلى هذا الاستبداد الموجود والاستبداد الموجود على فكرة ليس سياسياً فقط للأسف يعني نحن لدينا ثقافة سياسية أصبحت سلطوية يعني نحن لست بعيدين عن أحداث تونس قبل حوالي أربعة أشهر ولا عن أحداث السودان أخذ قلة على الانتفاضة العربية يعني هناك الآن ردة كاملة عن الديمقراطية في العالم العربي وأنا بالمناسبة لست متأكد أن الديمقراطية هي الشيء المناسب لك أنا في اعتقادي أن الثورات العربية هي مدخل لإحداث شيء جديد هذا الشيء قد يعطي وزناً مثلاً لجيل الشباب قد يعطي وزناً أكبر لفكرة التغيير قد يعطي فكرة أفكار جديدة حول كيفية بناء المؤسسات كيفية بناء التشارك على فكرة التغيير يحتاج إلى مسألة مشاركة يعني بدون مشاركة مجتمعية لن ينتج تغيير لدينا ثلاث نماذج أنا أريد أن أتحدث عنها هي نماذج تنموية مختلفة عما يرد المجتمعات تجربة محمد علي في مصر في القرن التاسع عشر تجربة جمال عبد الناصر أيضاً في مصر أيضاً في القرن العشرين ودولة السادات ومع بعدها لأنها سموها دولة الجباية أو دولة نيو لبرالية هذه الدول الثلاث يعني مثلاً محمد علي بنى مجتمعاً عسكرياً بيروقراطياً يريد أن يخدم هدف أنه يتوسع على حساب دولة أو بالمعنى الحديث أن ينشئ دولة حديثة لها مؤسسات ويبتعث أناس مثل رفاعة طهطة وغيره لكي ينقل التجربة الأوروبية ربما بحذفيرها أو بغير حذفيرها وينشئ المدارس إلى آخره أعتقد أيضاً تجربة عبد الناصر أنها نفس الشيء هي محاولة لتطبيق اشتراكية عربية إذا جز القول وإن كان مخففة من الاشتراكية لكن في النهاية لم تنجح تنموياً ولا عسكرياً ولا آخره وأكبر هزيمة ربماً في تاريخ العرب الحديث هي هزيمة الـ 67 التي تسبب فيها استبداد عبد الناصر بشكل رئيسي آخر شيء دولة السادات اللي هي فكرة التصالح مع العدو باعتبار أنه الحل أعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون بالتصالح مع دولة احتلال حتى وإن كانت دولة مجاورة وبالمناسبة يقولون بين السياسة وبين الحرب يعني أقصد بين الحرب والاستسلام مئة خيار يعني مش بالضرورة أنك لا تستطيع أن تحارب إسرائيل فأنت تصالح معها ممكن أن تبقي على موقف وسط مثل دعم المقاومة إلى آخره ويحاول أن يحافظ على بنيان المجتمع ولا تستسلم بدون ثمن طيب دكتور جمال يعني أريد أن أغصى معك حقيقة في طبيعة الدولة العربية الحديثة المتخيلة خصوصياتها يعني رؤيتك لهذا الأمر كيف ينبغي أن تكون وخصوصا أنك ممن لا يعرون بأن نقل التجربة الغربية مثل ما هي وتطبيقها أو إنزالها في واقعنا العربي أنا أتصور أن أول عنصر هي مسألة الحريات عنصر الحرية ده مسألة في غاية الأهمية المسألة الأخرى مسألة الاستقلال الوطني بمعنى أنه أنت تعلم الآن يعني النظر نظرة بنورامية على واقعنا العربي بشكل عام هتجد مسألة الاستقلال الوطني لم تكن على المستوى المطلوب يعني هناك للأسف حالة من التبعية للغرب بشكل كبير جدا وأنا قلت لك منذ قليل أنه الأنظمة للأسف رأس النظام يعني أقصد أنها بتصنع بشكل أو بآخر أو بتجلب برؤية معينة بحيث الغرب يضمن بعد ذلك السيطرة على مقدرات الدول العربية والإسلامية ومن ثم إذا توفرت الحريات بشكل عام بكل مفرداتها ونحن عندنا الحرية في المنطقة العربية بشكل عام حرية منضبطة ليس مثل الليبرالية الغربية وخصوصا حرية الفرد لديهم حرية مطلقة يفعل ما يشاء ولا تفاصيلوا هذا الكلام دين نقطة الثانية للاستقلال وطني أيضا المشاركة المجتمعية مهم جدا تفعيل المشاركة المجتمعية وأنا أقول هذا بالترتيب لأنه مسألة الخوف الذي ينتاب الناس من الاستبداد ومن الدكتاتورية ومن السيطرة الأمنية عليهم كل هذه الأمور بتؤثر عليهم ولا تجعلهم يساهموا بشكل أو بآخر في نهضة بلادهم والدليل على ذلك أنه هناك عناصر كثيرة جدا سواء من المثقفين أو العلماء حينما يذهبون وتتاح لهم الفرصة في الغرب بيتميزوا ويشار إليهم بالبنان هم هم أنفسهم كانوا في البلدان العربية لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا وعند نماذج كثيرة في هذا الموضوع بذلك حرية استقلال وطني مشاركة مجتمعية كل هذه تؤدي إلى إيجاد نموذج لدولة حديثة تتناسب مع أوضاعنا الموجودة في المنطقة العربية والإسلامية طيب دكتور أنور كيف يمكن حسم الصراع الدائر في المنطقة العربية بين النخب طبعا على مستوى النخب بين يعني بين التراثي والحداثة بما يفضي حسم هذا الصراع بما يفضي إلى تأسيس دولة عربية حديثة عصرية لا تدير ظهرها للتراث ولا تتجاهل ضرورات الواقع المعاصر وتفاعل الواعي معه كيف يمكن نصول إلى هذه الخلطة برأيك؟ شكرا بالنسبة إلى الواقع العربي اليوم نحتاج أساسا إلى تجديد الوعي السياسي العربي وأن نراكم على ما سبق يعني التراكم يساهم في بناء الحضرات لكن هو التراكم الإيجابي يعني يمكن أن نستفيد مثلا من الحالة التعددية التي أسسها المسلمون داخل المجتمع الأندلسي والتي مكنت من بناء مجتمع متنوع يقوم على فكرة التعايش وسمح للمسلمين بأن يساهموا في الحضارة الكونية وبأن يقدموا نصوص ومدونات مهمة جدا مثل ما وضعه ابن رشد وابن خلدون والفرابي وغير هؤلاء فأفكارهم وخاصة ما قدمتهم مدرسة المعتزلة في مستوى ترشيد العقل العربي والإسلامي والتركيز لفكرة مجتمع يعني عقلاني يأخذ في الاعتبار أهمية أعمال العقل في إدارة الشأن العام نحتاج أيضا بالنسبة لهذه النخبة أن تمارس النقد الذاتي للأسف يعني النخبة الحاكمة وحتى المعارضة في المجال العربي والإسلامي شحيحة جدا هي المحاولات التنظيرية التي أسست لفكرة النقد الذاتي ولفكرة المراجعات من المهم بمكان أن يراجع القوميون أفكارهم وأن يراجع الإسلاميون مسلماتهم وأن يراجع الليبراليون أيضا أدبياتهم حتى تستجيب واقتضاءات الظرف العمراني في السياق العربي والإسلامي فنحن لا نأخذ المقولات الغربية كما هي ونقوم بتنزيلها في المجال العربي بل يفترض أن نأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمعات العربية لكن ثمت مسائل لا يمكن أن لا يمكن أن نتراجع عنها خاصة بالنسبة لبعض الدول التي حققت تقدم نسبيا مثلا في مجال الحريات مثلا في تونس أو في المغرب أو في بعض الدول العربية من المهم جدا أن نحافظ على هذه المكاسب من المهم جدا أن نؤسس لما يعرف بالدولة التمثيلية لكنها أيضا دولة فيها هيئات رقابية ودولة أيضا تقوم على الفصل بين السلطات لأن الخطر كل الخطر هو أن يستجمع فرد أو حزب أو هيئة كل السلطات على حساب حقوق المواطنين وأدوارهم في المشاركة السياسية والمدنية والمجتمعية في مختلف المجالات أستاذ أمجد أختم معك بنظرة موضوعية تراعي العقل الجمعي العربي الخصوصية العربية الثقافية التاريخية هل يمكن وضع الانتفاضة العربية التي انطلقت في تونس قبل 11 عاما في سياق التحولات أو استجابة الشارع لضرورة ومقتضيات التحول إلى دولة حديثة؟ أعتقد أن الناس كانت تسعى إلى التغيير وأعتقد أن هناك قطاعات مهمة من الشعوب العربية لازلت تراود هذه الفكرة لكن تنشأ أيضا المخاوف التي أثار إليها أستاذي دكتور جمال قبل قليل أن الناس فعلا خائفة من الحكم العسكري وفعلا خائفة من انعدام الأمن وتردي الوضع الاقتصادي إلى آخره هذه أيضا هموم مهمة لكن في موضوعنا أعتقد أن موضوع الهوية بدون أن يحدث تصالح بين المواطنة والعروبة والإسلام والإنسانية صعب جدا أن نصي إلى شيء مختلف يعني هناك تجارب عربية أصرت على إقصاء الدين بالمناسبة التجارب النصرية واحدة من هذه التجارب التجارب البعثية في سوريا أو في العراق نفس الشيء أنا في اعتقادي التنكر لمكون الإسلام ليس شيئا في مصلحة هذا المجتمع يعني نريد أن ننشئ نموذجا سياسيا أستاذ أمجد المشكلة ليست هنا ثم تخطاب آخر قضية السيادة التي تحدث عنها قبل قرير الدكتور السيادة هي أزمة حقيقية وعميقة في الدولة الحديثة لم تحسن مسألة السيادة لمن الآن في الدولة الحديثة أنت تقول بأن البعثيين وأن المصريين النظام السياسي المصري أقصى الدين لكن أي دين يعني هناك دول أخرى لم تخصد دين بالظاهر لكن الدين ليس له تأثير في صياغة القوانين وصياغة الحياة العامة في البلاد فهذا يعني أن كل العرب أقصوا الدين بشكل عام نعم أو على الأقل سعوا إلى توظيفه يعني حتى لو خذنا نموذج مثلا المملكة العربية السعودية أو حتى نموذج المملكة المغربية أو المملكة الأردنية الهاشمية التي يشار إليها باعتبارها نماذج يعني إما أنها تتسربل ببيت النبوة أو تتسربل بخدمة الحرمين إلى آخره هذه النماذج حقيقة توظف الدين وتجعل الدين عاملا مساعدا للحكم السياسي يمططيه الحاكم لقي يحقق أهدافه فلذلك أنا قلت لابد من مصالحة بين فكرة المواطنة وفكرة العروبة وفكرة الإسلام والانتماء الإنساني نحن جزء من العالم ولابد أن نساهم بهذه الطريقة بالمناسبة جزء مما أفشل تجاربنا الحقيقية هي فكرة الصراع الهوية حتى عندما وصل بعض الإسلامية للسلطة هناك إصرار على تجاهل أهمية الدائرة العربية وبالمناسبة أنا في الاعتقاد أنه لا يمكن فصم عرى العلاقة بين العروبة والإسلام مهما تحاول وإن كان للإنصاف الإسلاميين لم يمنحوا الفرصة بسبب الضغط الشديد الذي مرس عليهم شكرا جزيلا لك ولضيوفين الكرام ختاما مشاهدية الكرام أشكر ضيوفيا في الستوديو الدكتور جمال نصار أستاذ الفلسفة والأخلاق في جماعة صباح الدين زعيم وكذلك الأستاذ أمجاد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية وكان معنا عبر سكايب من سوسة في تونس الدكتور أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة لتونس شكرا لكم دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة